السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم حبيب عاملين ايه? اه هنعمل الفطائر الجميلة دي. اه في الفطار في العشف في رحلات في عيد ميلاد جميلة جدا. بمقدير بسيطة جدا جدا. ما تخترش على بالكم كلها موجودة عندكم. وياريت تقوموا تعملوها وتجربوها بالطريقة دي. جميلة جدا. وهي طرية من جوه وارمشها من بره. اه جميلة. بطريقة يعني مش قادر اقول لكم. شايفين شكلها جميلة ازاي? طريقتها سهلة جدا. هتشوف المقادير مع بعض. معي تلت كوبات دقيق بنفس الكوبالة فيها اللبن دي. ومعي كوباية ازغيارة او نص كوباية زيت. ومعي بيض بيضة وصفر بيضة وفانيليا ومعلقتين سكر ورشة ملح. هنقول المقادير تاني واحنا بنحطها عالدقيق. جميلة جدا يا جماعة وحلو قوي. هنحط معلقة كبيرة بكم بودر. انا حطيت كزا معلقة عشان معلقة صغيرة. معلقتين سكر. نص معلقة ملح صغيرة. آآ بيض بيضة وعليه فانيليا. نص كوباية زيت او كوباية القهوة دي. هنبدأ بها نقلب الخليط ده. هنخلي اللبن طبعا في الآخر. انتو عارفين اللبن. بنكمل بيه الايه? العجين. آآ اخلي الزيت يخش في كل الحبيبات بتاعت الدقيق. هو البيض والبقية المكونات. هعمل كده بالسباتيولة لغاية ايه? آآ ما توصل لمرحلة. طبعا كده لازم استخدم ايدي. هبدأ آآ ابس بقى الدقيق كده بال بالزيت زي ما انتو شايفين. مش هخلي فيه ديق خالص. هنظف الطبق كله من الدقيق. ها بالشكل انتو شايفينه ده. تمام كده. هبدأ بقى استخدم الزيت. اللبن. اللبن طبعا عادي. دافي بارد زي ما تستخدموه. الشكل انتو شايفينه ده. ها. ابدأ اعجن بقى لغاية ما تتكون عندي عجينة. واحط اللبن بالتدريج. انا كده اخدت نص الكوباية. وابدأ اعجن. العجين طبعا لغاية ما الطبق ينضف خالص وايدي تنضف من الايه? من العجين اللي بيلزق. اي عجينة. متماسكة. مش طري. حط كمان لبن. اهو. كده محتاجتش لبن تاني. سبت ربع كوباية. هبدأ بقى عجنت فيها حوالي عشر دقايق. بقت بالشكل ده. طبعا هي ما بتخمرش لانها معمولة باكمبودر. هترتاح بس. هسيبها تريح برضو عشر دقايق او اقل كمان. اه زي ما احنا شايفين. اه ترتاحوا هنا ببرة التلاجة. تمام كده? على بال محضر الصينية اللي هاخبز ايه فيها? هنبدأ بقى نشكل الايه? اه الكور صغيرة كده بحجم الايه? الفطيرة اللي احنا عايزينها. وبالحجم اللي انت عايزها يا ممكن تكبري تصغري زي ما انت عايزة. تمام كده? اه. حاولي على قد ما تقدر تكون قد بعد. بقول لكم ان انا ما خدش اللبن كله. وصفر البيضة ده. هقلبه دلوقتي وهدم بيه وش الايه? الفطائر. قبل ما تخش الفرن. شوفوا عمالي كمية كبيرة ازاي? معي طبعا زيتون الحلقات المخلة ده. للتزين. اه طبعا هاضغط على طبعا هي مرتاحة بتتضغط على طول. بصمك يعني او اقل يكون افضل. هي طبعا بتزيد بس مش بتزيد جامد. مع انا مشت طبعا ده مخصصينه للحلويات. بنآ بضغط عليه كده عشان يدي الشكل. طبعا هو مش باين هقرب لكم دلوقتي منه. عشان تشوف النقط اللي بيعملها دي بتدي شكل جميل جدا. عشان تباني انها وردة طبعية زي ما انتو شفتها. جميلة جدا. اهو كده انا ايه? عملتها اربعة اربع وكل الربع عملتو. لغاية ما ايه صغرت تتصغرها لقد ما تقدري. كل ما تصغر تديك اعادة فستونات للوردة اكتر. شايفين? اه شايفين النقط بتاعة المشت بتدي شكل جميل جدا. وخصوصا بعد ما تتساوى كمان. هنبدأ نجيب سكينة وكل اتنين هقطعهم مع بعض. هفصلهم كده من نص الايه? الدايرة. يعني خلي القطع ما يوصلش الاخر الدايرة. والشكل انتو شايفينه ده? اه طبعا عجينة مارينا في ايدي وجميلة. وما خدتش حاجة يعني. اللبن موجود في البيت والدقيق. الحاجات دي بسيطة جدا. ده وبيضة واحدة كمان. شايفين جميلة ازاي? باديت الشكل الجميل. بكل سهولة. نخلص الجزء اللي شابك مع بعضه اهم حاجة ما نكونش في حاجة شابكة مع بعض ايه. نضغط بقى على البوزة دي عشان هي اللي بتصنع الايه? الوردة. شايفين جمالها? جميلة جدا. اجي بقى اجيب الزتونة. واحطها في النص كده واضغط عليها. تمام كده. روعة. ما شاء الله عليها. جميلة شكلها تحفة. هعمل معكم واحدة تاني بالشكل ده. بصت عشر دقايق كنت مخلصة المجموعة اللي ورا دي كلها. ودخلتها الفرن. باضغط بالمشت. طبعا يا جماعة المشت ده غير مستعمل. هو جاي من جديد ومحطوط في حتى مع المعالي والشوك والحاجات دي. للادوات بتاعت الايه? الطبخ. مالوش دعب المشات اللي احنا ايه نستخدمه. تمام كده? وكل ما تجيب يعني ده السنون بتاعته صغيرة. ممكن لو جبت اكبر هتكون الفتحات بتاعت النقشة دي اوسع واغوط كمان. شايفين? اهي. ابدأ باقي. انا اللي بدي الوردة للملامح بتاعتها بالضغطة السكينة دي. شايفين? جميلة جدا الناس بقى اللي بتاع المعجنات بتحب تعمل الحاجات دي. وانا بحب المعجنات جدا. وبحب العجن عموما يعني. بحس انه خير في البيت. وبتعملي اي حاجة. انت عايزها بالعجين. جميلة جدا يا شايفين? في ثانية بقت وردة. وشكلها طحفة. ممكن تسيبها كده مجرما تحط فيها حاجة. اهو. هخلص بقى كمية اللي دي كلها. اللي ورا دي كلها. سيفين? سيفين الجمال والله تحفى فنية. حلوة قوي قوي. اه كده البيضة هي كان عليها شوية فانيليا. خفقتها جامد وهبدأ ايه ادهن. اه يعني لا تقيل ولا خفيف. ما تقليش البيض ولا تخفي فيه. فهو مجرد البيض عشان يدي لمعة. وايه? ولون دهب جميل. وطبعا عليه فانيليا مش هيبقى فيه ايه زفارة. بهدوء كده هنخلص كله بقى وندخلوا الفرن. بالشكل ده. تمام? لو نزل منك بيت كده بتحاول تنظفيه. عشان ما يتحرقش. شايفين? قعدت حوالي تلت ساعة بالزبط. على الشبكة الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. مفتحتش عليها شوية. بقت بالشكل اللي انت شايفين ده. اه انت عايزها طرية بتبخيها مية وتغطيها. انا احبها كده مقرمشها من بره كده وايه? وطرية من جوة زي ما انتوا شايفين. شايفين جمالها. حاجة كده تحفى ما شاء الله. جربوها يا جماعة. اه ودعونا دعوة حلوة كده وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.